تقرير سابق لوزارة الخارجية الأمريكية ذهب إلى تأكيد كذلك على الدور الذي تلعبه الجزائر في محاربة الإرهاب في المنطقة وقالت أن الجزائر واصلت جهودا كبيرة لمنع النشاط الإرهابي داخل حدودها ولا يمر يوم دون أن تصدر وزارة الدفاع الجزائرية بيانا عن ضبط أسلحة وذخائر على أطراف حدودها إذن هنا هذا التقدم وكله نتيجة الجهود الكبيرة التي تقوم بها مصالح الأمن لو نعزز فقط هذه المسألة أنه في منطقة تنشط فيها أكثر من 86 تنظيم إرهابي أنه عدد الهجمات الإرهابية ارتفع في 2018 بثلاث مرات عن 2017-2016 بأن كذلك عدد الضحايا العمليات الإرهابية في المحيط الإقليمي كذلك ارتفع مرة ونصف عما سجل في 2017-2016 يقابل ذلك أن الجزائر ظلت ثابتة في مقاربتها ظلت ثابتة في معادلة تأمين الحدود وبالمقابل كذلك أن بيانة وزارة الدفاع الوطني كل مرة تؤكد بأن معادلة أو منظومة اليقظة تشتغل بشكل جيد وبشكل إيجابي سواء كان من حيث حجم الأسلحة والترسانات الحربية التي يتم حجزها من حين إلى الآخر على المحاور الحدودية هذه الأسلحة التي يتم حجزها ليست بالأسلحة البسيطة والهيينة بقدر ما أننا حينما نقدم لها قراءة نقول بأنها أسلحة كذلك ذات بعد استراتيجي فبالتالي نقول بأن وثقاً لهذه المعطيات نحافظ على الأمن والاستقرار ونحافظ كذلك على تذليل من مخاطر التهديدات الإرهابية فنحن نقول بأننا قد نخطو خطوات جيدة نخطو خطوات كذلك في إطار تأسيس هذه المقاربة